تعتبر لدغات البعوض أسوأ ما قد تتعرض له في لال أيام الصيف الحرة بينما نخسر ميزانية كبيرة في شراء المنتجات المخصصة لطرد البعوض إلا أنك قادر على تجنب لدغات البعوض باستخدام الألوان فقط السلام عليكم متابعون الأعزاء قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك كل فيديوهاتنا اتضح أن هناك الوان يفضلها البعوض وتجذبه في حين أن الوان أخرى تنفره ويرتعد عنها ورد ذلك في دراسة أجراها فريق من الخبراء على كيفية استجابة بعوض الحم الصفراء للألوان وقد لوحظ هذا التفضيل اللوني في وجود ثاني أكسيد الكربون الذي نبعثه مع أنفاسنا مؤلف الدراسة الرئيسي جيا فريفيل يقول إن الألوان تساعدنا في قتال البعوض وتقليل لدغاته لنا من خلال اختيار ملابس بألوان معينة لمكافحة هذه الحشرات المزعجة فما هي الألوان التي تجذب البعوض؟ في الدراسة وجد أن البعوض انجذب للون الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي الذي يقع بين الأخضر والأزرق على طيف الضوء المائي قام الباحثون ببناء غرفة اختبار متطورة وملأها بالهواء المنتظم والبعوض ثم قموا بضخ ثاني أكسيد الكربون وتسجيل تفاعلات البعوض مع الأجسام الملونة الموضوعة داخل الغرفة وكانت كالتالي أولاً حقق اللون الأحمر نجاحاً كبيراً في جذب البعوض ولا يعتبر ذلك مفاجئاً نظراً لأن بشرتنا تطفي لوناً أحمر فهي جذابة للبعوض ثانياً استجاب البعوض للألوان ذات الطول الموجي الطويل كالبرتقالي ثالثاً اللون الأسود هو مغناطيس البعوض المعروف تنجذب هذه الحشرات إلى الألوان الداكنة والتباين العالي ففي عام 1940 أوضح باحثون أن البعوض بإنكانه تتبع خط أسود على خلفية بيضاء حتى إن كانت متحركة لا يوجد طول موجي معين للأسود لأنه من الناحية الفنية ليس لوناً لكنه يمتص الحرارة بكفاءة وهذا ما يحبه البعوض رابعاً اللون الأزرق السماوي لوحظ أن البعوض يطير مباشرة إلى الجسم السماوي على الرغم من طيف الضوء المرئي حيث يقع السماوي بين الأخضر والأزرق لكن لم يظهر البعوض أي تفضيل لهذين اللونين عدى السماوي فما هي الألوان التي تنفر البعوض؟ أولاً اللون الأزرق يبدو أن الأزرق لا يحظى بشعبية كبيرة مع البعوض في الدراسة على الرغم من أن درجة اللون تلعب دوراً بذلك على سبيل المثال الأزرق الداكن يمتص الحرارة التي تجذب البعوض وينصح الخبراء بارتداء ملابس ذات ظلالاً فاتحة لتعكس الحرارة ثانياً الأخضر عندما ارتد الباحثون قفازات خضراء وعرضها على البعوض لم يبدي أي اهتمام بالاقتراب منها ثالثاً البنفسجي يتمتع اللون البنفسجي بأقصر طول موجي من أي لون آخر في طيف الضوء المرئي لذا فليس من المستغرب أن لا يثير أي اهتمام لدى البعوض نظراً لحبه للأطوال الموجية الطويلة التي تقترب من درجة البشرة رابعاً الأبيض كان اللون الأبيض عنصر تحكم في التجربة بمعنى أنه كان قاريناً لكل لون اختبار في الغرفة حتى مع وجود ثاني أكسيد الكربون في غرفة الاختبار تجنب البعوض ملامسة اللون الأبيض والآن سأقدم لكم بعض النصائح التي قد تساعدك في تجنب لدغات البعوض قدر الإنكان إفراغ المياه الراكدة بانتظام من أواني الزهور وأحواض الطيور والنوافير وأي مكان آخر تتجمع فيه المياه حفر ثقوب في أراجيح الإطارات وعلب القمامة وصناديق إعادة التدوير للسماح بتصريف المياه إصلاح الحنفيات الخارجية المسربة حيث يضع البعوض البيض في الماء قص العشب والشجيرات والحفاظ على المروج خالية من الأعشاب الضرة استخدموا مروحة عند التجمع بالخارج في الفناء فالبعوض ليس طياراً قوياً ولا يحب حركة الهواء أتمنى أن تكون قد استمتعت بمشاهدة الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ويمكنكم أيضاً مشاهدة فيديوهاتنا الأخرى شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر